موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبات وطلبات الصف السادس اللي ابتدائي من مدارس دور المعارف أهلا بكم في مادة الدراسات الاجتماعية ودرس جديد من الكرمة التاني إن شاء الله كل سنوات طيبة النهاردة نبدأ إن شاء الله بالبيئة الصحراوية والخصائص الطبيعية للبيئة الصحراوية زي ما احنا متعودين وعارفين البيئات بتاعة مصر متنوعة وخدنا الترمي اللي فات البيئة الزراعية والبيئة الصناعية الترمي ده إن شاء الله هنكمل مع بعض بالبيئة الصحراوية إيه هو المقصود بالبيئة الصحراوية هي المناطق اللي بيقل فيها المطر وبيسود فيها الجفاف والفقر الشديد في النبات ونضرة الحيوان وسطحها بيغطير رمال والصخور بمعنى تاني إن هي مفيش أمطار بينزل المطر كل فترات بعيدة جدا فبالتالي مفيش مية وده هيقصر عندي في النبات فهيبقى عندي نبات فقير أو أوليل جدا وكذلك الحيوانات هتبقى أوليلة جدا سطحها بوارة عن رملة وصخور موجودة فين عندي البيئة الصحراوية دي في مصر موجودة عندي في تلات مناطق الصحراوية الغربية الصحراوية الشرقية شبهة جزيرة سينات دي التلات مناطق اللي احنا نتعرف عليهم عشان نعرف البيئة الصحراوية بتاعتنا يلا بينا ندرس كل منطقة من المناطق بتاعتها ونبدأ نقود الخصائص الطبيعية للبيئة الصحراوية زي ما احنا متعودين بنبدأ من الموقع احنا اتفقنا ان احنا عندنا تلات مناطق الصحراوية الغربية ودي أكبر صحاري مصر مساحتها 68% امتدادها عندي من وادي النيل والدلتا في الشرق حتى الحدود المصرية الليبية غربا يعني الحدود بين مصر وليبيا في الغرب والبحر المتوسط شمالا الصحراوية الشرقية 22% من مساحة مصر بيتمتد عندي من ساحل البحر الاحمر وخليج السويس شرقا حتى وادي النيل غربا وشرق الدلتا شمالا حتى حدود مصر مع جمهورات السودان في الجنوب تالت منطقة عندي وهي شبه جزيرة سيناء 6% من مساحة مصر بيتمتد عندي من البحر المتوسط شمالا الى البحر الاحمر جنوبا ومن خليج العقبة والحدود المصرية الفلسطينية شرقا الى خليج السويس وقناة السويس غربا والموضوع ده كله متوضح عندي على الخريطة ده الموقع الجغرافي للبيئة الصحراوية الموجودة عندي في مصر بالتلات مناطق تاني جزئية عندي هاخد مظاهر السطح بتاعتي شكل السطح عامل زي في كل منطقة من المناطق دي انا هتكلم هنا على جبال وهضاب وبعد كده هاخد الهضاب دي بيعلوها ايه في كل منطقة هبدأ بالصحراء الغربية عندها جبل واحد هو جبل العوينات اللي في جنوب غرب مصر اللي بيمتد بين مصر وليبيا والسودان هبدأهم من الشمال مرماريكا الهضبة الوسطى في الوسط هضبة الجلف الكبير في الجنوب اما بالنسبة للصحراء الشرقية فهي عندها برضو سلسلة جبال واحدة هي جبال البحر الاحمر بتمتد من الشمال الغربي للجنوب الشرق اعلى جبل في جبال البحر الاحمر جبل الشايب وركز ان ده اعلى جبل في جبال البحر الاحمر اما بالنسبة للهضاب برضو عندها تلاتة هضاب في الشمال هضبة الجلالة ودي بتبقى جلالة قبلية وجلالة بحرية هضبت المعازة الجيرية في الوسط والعبابدة في الجنوب وهضبت العبابدة بيقطعها وادي العلاقي وهنعرف اكتر يعني ايه او دية كمان شوال تالت حاجة عندي هي شبه جزيرة سيناء الجبال اللي موجودة هناك انا عندي في الجنوب سانت كاترين وده اعلى قمة جبلية في مصر وجنبه جبل موسى وفي الشمال عندي عبارة عن قمم جبلية قبابية الشكل على شكل قبابة مش مدببة اللي هي جبل المغارة والحلال دي عند السهولة الساحلية اللي في الشمال عند البحر المتوسط اما بالنسبة للهضاب عندي هضبت العجمة والتيه في الوسط اللي بيقطعهم وادي العريش اللي بيصب في البحر المتوسط هضب الصحراء الغربية بتتميز بمجموعة من الظاهرات الجغرافية زي المنخفضات منخفض القطارة اكبر منخفضات مصر كثبان رملية يعني تجمعات كبيرة من الرمال لها اشكال متنوعة زي بحر الرمال العظيم بين مصر وليبيا الواحات ودي ارض في الصحراء بتقوم فيها زراعة على المية الجوفية الدخلة الخارجة الفرفرة البحرية سيوة اما بالنسبة للهضاب الصحراء الشرقية بتتميز ان هي بتقطعها الاودية الجفة اودية كان فيها مية زمان ثم جفت اودية كانت بتجري فيها المية قديما ثم جفت يعني نشفت مع ندرة المطر اهم الاودية دي اللي اتكلمنا عنه وادي العلاقي اللي بيقن هضابة العباب لكن بتتميز باختفاء منخفضات يعني هنا انا هركز ان انا عندي منخفضات في الصحراء الغربية لكن ما عنديش منخفضات في الصحراء الشرقية ولا سيناء بالنسبة للهضاب سيناء بيخترق هوادي العريش اللي بيصب في البحر المتوسط زي ما قلنا اللي بيخترق عندي هضابطاي التيه والعجم خريطة مظاهر السطح اللي موجودة عندي بنتكلم هنا على معظم او بعض مظاهر السطح اللي احنا اخدناها في الجزئية اللي فاتت هلاقي عندي جبل سانت كاترين وادي العريش جبل الشايب هضابة المغارة هضابة العبابدة وادي العلاقي هلاقي عندي في الصحراء الغربية هضابة مارماريكا هضابة الوسطى هضابة الجلف الكبير جبل العوينات بحر الرمال هلاقي عندي الواحات سيوة البحرية الفرفرة الدخلة الخارجة وهلاقي كمان عندي مخافض القطار اما بالنسبة المناخ في البيئة الصحراوية فالمناخ هناك بيتسم بارتفاع الحراف في الصيف وانخفاضها في الشتاء والامطار نادرة بتسقط على شكل فجاي كل عدة سنوات او كل فترات بعيدة ولما بتنزل بتبع على شكل سيول مدمرة في بعض الاودية الجفة لفترة سيارة الرياح بتهب من الصحراء الغربية يعني فيه رياح بتجيني من الصحراء الغربية ودي بتبقى محملة بالأتربة هنتعرض لها في فصل الربيع في شهر مارس وابريل ودي بتبقى رياح محملة بالأتربة وبتضر بالمحاصيل الزراعية والانسان امر بالنسبة لموارد الماية في البيئة الصحراوية فاحنا عارفين من زمان جدا واحنا بنقول ان الصحراء بتعتمد على الماية الجوفية موجودة عندي على شكل خزانات جوفية في بطن الارض بحصل على الماية الجوفية دي ازاي؟ عندي طريقتين اما هحفر الآبار اللي هي حفرة رأسية لحد ماوصل لمستوى الماية الجوفية وابدأ اطلعها او هي الماية الجوفية بتتضفق تلقائيا من نفسها لسطح الارض ودي بسميها عيون مائية طب اي نتيجة اللي ترتبت على وجود الماية الجوفية دي في الصحراء قدت لوجود السكان في الواحات وقيام الزراعة يعني هي سبب رئيسي لوجود السكان وقيام الزراعة في الواحات التربة في البيئة الصحراوية طبعا كلنا عارفين ان هي صفراء ورملية وفقيرة لكن جودتها بتزيد عندي في الواحات بسبب اختلاط الرمال بالطميق او الطين طب بالنسبة بقى للنباتة الطبيعي والحيوان البري اللي بيتميز به الصحراء عندي اشجار النخيل والدوم اللي بتقدر تتغلب على الجفاف عن طريق امتداد جزورها الطويلة للمياة الجوفية النباتات الشوكية اللي بتتحمل الجفاف عن طريق الاوراق الابارية بتاعتها الصبار اللي بيتحمل الجفاف عن طريق الاوراق السفنجية بتاعته اللي بتخزن المياه اما بالنسبة لحيوانات البرية برضو فهي بتتحمل الجفاف والبيئة القاسية هناك زي الغزلان الجمال الارانب البرية والثعان وبكده نكون خلصنا الدرس يارب نكون وفقنا في توصيل المعلومة الى اللقاء في الدرس القادم ان شاء الله